السلام عليكم وحياكم الله وياهلا وسهلا. الله يسعدكم في موضوع اليوم بس انا حابة تكلم عنه. اه هو يجيسي كثير السؤال فيه. لكن ما يكون عند الواحد وقت والله للاجابة وكذا. لكن بس خلونا اليوم اعطيكم شوية توضيح. اه في ناس يقولون احنا نشوف عندك كابو ذكرى هذي طريقة تربية الطماطم. تنوم السقان. هذا الساق طبعا. هلونا نشوف هذا. هذا هنا. هنا ساق الطماطم. اه هذا زي ما انتم شايفين هنا. مستمر للاخير طالع هناك مترين او زيادة وبعدين يطلع القمة النامة الاعلى شوية. اه ونربيه على طول يعني احيانا توصل السيقان توصل الى عشرة اي لاربطا عشر متر هي نسحبها على سطح التربة. اه الفكرة اللي يسعدكم انه ليش انا اربي كذا. وفي بالمقابل انتم تسوون مقارنات مع ناس انتم تقولون لما ندخل البيت المحمي او الصالة الزراعية. نلقى الطماطم كله من اول الارض لغاية حامل المحصول. كله طماطم ثمار خضرة والبدايات بادية بالتصبغ لغاية النهاية ونازعين او معرين الاوراق ما فيها اوراق شايلين الاوراق. هو فيه طريقته لتربية الطماطم. هذه طريقة التربية للعمرة الطويل هذه تحتاج عمالة كثيرة. التنويم هذه يحتاج عمالة كثيرة. احنا عندنا عمالة ثابتين بالمكان. يعني ما عندنا اشكالية من العمالة. اه الامر الاخر انا اخذ من الطماطم يعني حدود الست شهور. يعني من خمسة الست شهور. اللي يربي بالطريقة الثانية هذه الله يسعدكم. اللي هي طريقة العمودية الى حامل المحصول. ولا ينزل الطماطم بطريقتنا هذه. هذا اولا عنده قلة عمالة ثانيا عنده تعهدات مع شركات معينة ويبغى احجام الطماطم اللي هي في بداية العمر. وقوة الثمار اللي هي في بداية العمر. اه قولوا ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله لا اله الا الله لا قوة اللي بالله. اه هذه هذه الفكرة. هذه ربيها دفعة واحدة ياخذ منها اول انت غاية شهرين نصف او احيانا توصل ثلاثة شهور يقطف منها. وبعد كده خلاص يكون احيانا يقص القمة النامية وحيانا يترك القمة النامية لكن خلاص اخذ من الطماطم وهو على طوله واقف ما اضطر انه يشيل اه الاوراق ويرجع ينوم. ما يستخدم معنا الطريقة هذي. احنا شوفوا هنا الربطة هذي. هذه الربطة حقة حامل المحصول اللي كان الطماطم يمكن صغير ربطينه من الارض طالعه فوق الحامل المحصول. لما يزيد العمر نربط ربطة ثانية هذي بطول الحامل الاول مترين وزيادة. وبرضو نفس الحكاية. لغاية ما يمتد عمر الطماطم للاخير يعني. اه فهذه الفكرتين هذك مضطر هذك عنده تعهدات اه مع شركات او مع شغلات اه ملتزم بمقياس معين للطماطم واحجان معينة. احنا مش ملتزمين باحجان. احنا نزل بحكم انه مكان كبير. احنا نزل على اسواق المركزية بالمنطقة. هذي الفكرتين الله يسعدكم. هي اللي من خلالها يتربى محصول الطماطم. اه خلونا نشوف عد بعض الاصناف شوفوا ما شاء الله. طرح في بعض الكلاسترات او المجميع هذي يصل الى اثنى عشر ثمرة. اه كلها احجام ما شاء الله تبارك الله احجام جيدة. لكن تعرفون طبعا العملية تحتاج لها مضباطية وتسميد وشغلات. اه هذا بس موضوع على السريع. اه بعدين ان شاء الله نتكلم عن كيف نوصل الطماطم للمراحل هذه. سبق تكلمت انا كفير الله يسعدكم. لكن تستهلون كل خير ومع السلامة.